كلما اقترب موعد الاقتراع زادت وسائل الإقناع لخطف أصوات أكثر ضمانا للتمثيل النيابي هذه المرة عدد من المرشحين يدعون أبناء البصرة لانتخابهم وعدينئيهم بإكمال خطوات ما يسمى بإقليم البصرة أمر اعتبره الشارع البصري وسيلة لكسب الأصوات ليس إلا وللشارع البصري آراء مختلفة بخصوص طرح موضوع أقلمة البصرة تزامنا مع الحملات الانتخابية من قبل بعض المرشحين ودعاة إقليم البصرة يعني اليوم مع قرب الانتخابات هناك وسائل تطفو على السطح وقد تكون متنوعة قد تكون هي لترويج انتخابي لبعض المرشحين الذين يحاولون على كسب عواطف الناس هذه الأساليب تأتي بصور مختلفة موضوع الإقليم غريبا ما يثار على قرب كل الانتخابات لو كان فعلا كل من يطالب بالإقليم لكان الآن البصرة إقليم وحصلت على حقوقها أقلمت البصرة برأي مواطنها لا يخدمها بسبب سطوة أحزاب ما بعد 2003 فتوسيع صلاحيات المحافظة واقعيا بدلا من إقليم متحزب لا يعود بالفائد على مواطنها هو الخير الأمثل بالنسبة لأهالي المحافظة على هذه الوضعية مالتنا هي يعني كمحافظة عدتها صلاحيات للمحافظة صلاحيات كلش قوية بمثابة إقليم للانفصال عن الحكومة المركزية ما تفيد أهل البصرة حقيقة ولا حزبي نحن نريد صلاحيات واسعة لمحافظة البصرة عن مودي عمر البصرة حس الرجل هو رجل غايب ونحن نحصل على قولة عن داخلنا شيء يعبر عن داخلنا الرجل جاء يشتغل وجاء يقوم بعمل ممتاز شيء نعم أبينا أن الأحزاب هي متحكمة وتنفذة في الشارع العراق وشارع البصرة بشكل خاص وأعتقد أنه أقلمة البصرة لا تنفك عن ملازمة الأحزاب لهذا المشروع المهم ساعات قليلة وتتضح حقيقة الوعود سياسية كانت أم خدمية فنواب البصرة لم يحركوا ساكنا تجاه محافظتهم خلال الدورات السابقة لانتماءتهم الحزبية خارج المحافظة على أمل إحداث تغيير بصعود المستقلين هذه المرة بدلا من المتحسبين من البصرة أركان تقي قناة التغيير